خلينا الأول نتأكد من كل هذه المعلومات اللي احنا اتكلمنا فيها من خلال خابرنا التحكيمي النجم الكبير كابتن سامير عثمانة كابتن سامير ازاي حضرتك؟ سلام ازاي حضرتك؟ اخبار حضرتك يا فندم كله تمام؟ الحمد لله يا كابتن كابتن سامير اتفرجت على مباراة الاهلي والنجم السحلي ولا لا؟ اه اتفرجت على المباراة يا كابتن طيب مبدعيا هل يتم طرد عيمان اشرف في الديئة 13 وكانت اللعبة تستوجب طرد مباشر لأيمان اشرف ولا لا؟ بس كابتن اسلام تبقى للقانون طبعا زي ما حضرتك عليك لازم يبقى فيه اربع اعتبارات لازم اللي اربع يبقوا متوفرين مباراة الاهلي والنجم السحلي فيه تلات حالات تلات اعتبارات متوفرة بس فيه اعتبار اللي هو مهم جدا اللي هو السيطرة على القرى لم يكن متوفر وبالتالي العقوبة الطرد تنخفض من طرد الى اندار واه الاعتبار السيطرة على القرى اه ده القانون بيقول كده يا كابتن صح؟ طبعا انا لسه قايل لسه قاري الكلام ده دلوقتي للجمهور وقايله بنفس الشكل تقريبا اللي حضرتك بتقوله لكن هي الاعتبارات اربع اعتبارات موجود منهم تلاتة والرابعة مش موجودة وبالتالي ايمان اشرف اذا اعتبرنا ان فيه فاول فهو يستحق ان يكون هناك كارتة اصفر وليس عهم بالضبط يا كابتن اه طبعا بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ اه؟ بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ عايز اسأل حضرتك سؤال اللي حضرتك شفته من حكم المباراة البتسواني في كرة القدم اسمه ايه؟ تحجيم مثلا النادي الاهلي بمعنى ان هو يديك الفاولات بتاعة نص الملعب الفاولات اللي حوالين التمنتاشر بيبعدك عنها وانت قاعد بتتفرج كده حسيت بايه؟ يعني اتفل مع حضرتك النقطة دي تحجيم واعيد الجملة انا قلتها برضو هو نجح في المهمة اللي هو رايح لها المهمة الموكل بيها نجح اللي هو تحجيم فريق النادي الاهلي اه اه حسب خطأ انت عارف يا كابتن من الاصطاء المؤكرة جدا في نتيكس المباراة هي وراكرة الجزاء والطرد مخصصا الطرد اول ما بتجي في اول 15 ديئة طبعا هو نجح في اللي هو رايح له والدليل على كده يا كابتن اسلام ههرق معك بس بحتة سريعة فضل يا كابتن فضل طالما ان الحكم حاسس بحاجة غلط عاملها هتلاقي في حاجات كثيرة جدا هو تهون عنها يعني انت هتلاقي مثلا انا بتكلم بصراحة هتلاقي رمضان سبح مثلا اعترض على الحكم بالسوق قوي جدا تمام؟ ايو مش قادر يعمله حاجة عارف ليه؟ ليه يا كابتن؟ عشان هو حاسس انه غلطان الحكم حاسس انه غلطان عامل حاجات غير طبيعية هل دفلي الحكم يقبل الاقتراض التي بتعملت؟ بس طالما ان الحكم بظروف اللي هو فيها الحكم الفيسواني بانده بالمنظر اللي احنا كنا شايفينه ومش قادر ياخد اي قرار همه هو عارف انه اصطأ فعادات كثيرة جدا وبالتالي ساكت في باية المباراة عادي يعني بيمشي المباراة على طول كده لعلى وقت كابتن هقول لحضرك حاجة كابتن فضل احنا في الشوط الاولاني والنتيجة سفر سفر تمام؟ كان في كذا توقف منهم الطرد ومنهم بصابة حارس المرمى والحكم ادى دقيقة واحدة فقط ادى دقيقة واحدة فقط مصبوط وهو ده اللي بيطالب بينادي الاهلي نعم نيجي بقى في الشوط التاني عندنا خمس تغيرات خمس تغيرات احنا قلنا التغير بحوالي مثلا تلاتين ثانية يعني دقتين ونص وعندنا حارس المرمى وفيه حوالي خنقتين كانت في الملعب واحراز الهدف والاحتفال بلعاب النديم للساحبي عند احراز الهدف كل ده ثلاث دقيق مش اقل من ست دقيق بالضبط كده بالضبط او كان من المفترض يعني ان هو ما يحسبش اقل من ست دقيق طبعا ده المفروض ان هو المفروض ان هو المفروض بيقدر الوقت المختصة بدل الضاء ويعوضه في كل مباراة كل شوط على حيبه عموما نتمنى ان يكون هناك اصلاح لهذه المنظومة خلال الفترة اللي جاي من خلال الطلبات العادلة رؤيتك للطلبات اللي شافها او اللي طلبها النادي الاهلي اربع طلبات كابتن تطبيق الفي ار هنكعرفها او لا اتفضل اه طبعا لا لا اي ريك اسمحها من حضرتها تطبيق الفي ار طلب عدم تكرار تعيين نفس الحكام لذات الفرق في نفس البطولة تالت طلب ضرورة تعيين حكام النغبة اصحاب الخبرات التحكمية في القارة لادارة الموبارات ذات الحساسية ما بين الفرق المصنفة الطلب الرابع ضرورة التأكيد على اللجنة المكلفة باختيار الحكام لادارة الموبارات بالالتزام والحيادية والشفافية خاصة ان الاخطاء ذاتها تتكرر مع كل ازمة دون مبرر واضح طبعا دي طلبات كانت مهمة جدا وانا شايف توقيتها يا كابتل اسلام مهمة جدا على اساس لسا في جداية دور المجموعات اه تمام؟ وده ببقى يعني مش هقول لفت ناظر لا بس استعمل هاي لا عايز كده لا يا جماعة لازم بدأ فيه تمام بس اللي انا عاوز لأجيبه لحضر الكابتل اسلام ان الاتعاد الافريكي دلوقتي بصدد انه يعمل لجنة اسمها لجنة التعينات لجنة؟ لجنة التعينات لجنة التعينات اللي هي خاصة بالحكام اللجنة ديها كابتل اسلامي يبقى دورها اللي هو عادي اقامة معسكرات والتدريب وتطوير الحكام ويخلوا التعينات لجنة منفصلة عن لجنة الحكام ايوه وتبقى دي ما ناشدعوة خالص بلجنة الحكام والمفروض اتمنى ان يتم انتقاء لجنة الحكام باسلوب علم لجنة التعينات اه انا اتفعى لجنة التعينات باسلوب علمي وتبقى الناس لي اسم كويس في قرص افريكا نتمنى يا رب كل التوفيق طبعا للتحكيم الافريقي خلال الفترة القادمة نمشكرك شكرا جزيلا ان خابرنا التحكيمي كابتن سامير عثمان